الستة ومحمد كانت تركت سؤالها وبتقول إن عندها وسواس والوسواس ده ما أسيطر عليها ما تيكي تشتري حاجة تعمل حاجة وبيخليها تتصرف تصرفات مش مظبوطة أنا فيه شق مش بتاعي وفيه شق أنصح بي الشق اللي أنا مش متخصصة فيه الشق إنه لابد من مراجعة متخصص نفسي لأن فيه حالة مرضية من الوسوسة مما تعلمناه من أهل الاختصاص في هذا المجال ومما قرأناه في هذا المجال إنه فيه مرحلة من الوسوسة لازم تتعرض على متخصص عشان يبدأ فيه العلاق مع الزكر والدعاء وإنك تخل في نفسك أنت عارفة إنك بتوسوس كتير فأدع هذه الوسوسة والشيء اللي أنا جبته أقول الحمد لله الذي كسان ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي زي ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأروح كده للسوب الخلق الشيء الأديم اللي عندي اللي ما بقيتش أستعمله كتير أخده أطلعه لله فأحضى بإن أنا آخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند ارتداء الجديد وألا بذكر الله تطمئن القلوب وشوية بشوية تدربي نفسك على إنك لا تلتفت لهذه الوسوسة وإن كانت الوسوسة بحدود شديدة أو عدة الحدود الواجبة لابد من مراجعة متخصص في هذا المجال صاحبة السؤال ترجمة نانسي قنقر